موسيقى الزلم يوشه أصفر مثل الليمون تركه يعود رح يدوخ إلا شوي تفضل ارتاح لك تعي سمعي كأنه بدن يكتشفوا شي حدث مهم معناها مثل ما توقعنا صار معكها في جريمة قتل بالموضوع شو بدك أكتر لا تتسرعوا من أولا خلونا نفكر بهدوء شوي أمي شو رأيك نروح نزور إيلين ونبارك له عن جد مو حلوة بحقنا يعني البنت اتزوجت وما حدا بارك له شو قلها لازمة خليك بحالك أنت اتركينا نسمع شو صار بعدين كأنه عندك شي أهم بكتير من تمثيليات الراديو مهيك يا بنات ما بعرف سيدي مين آخر واحد شافه للمقتول يا ترى رئيس القرسين دعاي معي كمان لا تنسوا كانوا سكرانين وما حدا بوعيه من نون فينا نتوقع أنه قاتل المقدور هو حدا من عمال المطبخ اللي عنده يلا بقي البحثة اللي بتمك لشوف مشغول بالي نشان سوهيل شو الموضوع من مشكلة سوهيل كان كتير منيح معي من قبل بس هلأ صار عم يتهرب مني وحتى كل ما بتصل ما بيرد علي عن جد ايه لهيك كنت عم فكر نتحرك شوي امي يعني نعمل لنا شي خطوة لرشعه وعرفت معيك حق ايه لهيك عم يخطر بي بالي هيك نحنا نبادر ونروح نعمل الزيارة لإيليم بالبيت بعدين عنا حجة كمان عأساس بدنا نبارك له وبهالحالة سوهيل إجباري رح يكون هناك صاح ايه يا عيني عليكي بهالأيام مو سهل الوحدة تلاقي عريس طالما الزلمة محرز ومقتدر ما لازم تخليه طيل لهيك شغل يمخيك منيح مو سهيل مقدره غني على حسب ما فهمت وطالما انتي عاج بيك معناها شخصية كمان ايه والله كتير كتير منيح ولا يهمك ليكي بنتي بالحب والحرب بدك تتبعي كل الطرق لتكسبي الحب لحاله ما بيكفي بثلت ايام بيروحوا بينتسا بس الحرب بده روح طويلة كتير ويلي ما بيشغل عقله بيخسر وبينتهي فهمت لي بس بابا ما رح يقبل هلا يروح لعندون رح ينزع كل شي بيكان انا شو قلي ساعتين قاعد عم بحكي معك تركي ابوكي علي انا ما احلاق اللو ما يروح لعندون الدلائل كله بتشير على هالشي المقدور توفى وش الصبح ضمن محله وبنفس الوقت كل المشتبه فيه وان كانوا موجودين ايه كمان بغي الحال لازم نفكر باحتمال انه يكون القاتل غريب لهيك الفضل نحط ببالنا الاحتمالين لبين ما نتكد من الموضوع اسمه سهيل مكمهي سمعينا شوي ناريمان الشرطة رح يمسكول للقاتل هلا فهموا علي مني عهو ما فهمت صرفه سهيل بشتغل بالتجارة وقال له شغلي كتير بالجمارك تبعكني اللي بكاراكوي لا تقوليها بلا حنجد ايه اه صحي على سيرة سهيل الزكاز شغلي كمان نحنا مالحنا باركنا لبنت اخوه وموحل وبحقنا قدامهم بالمرة وبالذات لانه سهيل وهن ساكنين بنفس البيت مظبوط موحلوه بحقنا قدامه كان لازم نروح نبارك للبنت خلص خلينا نروح نزوره نباركله بقى قرب وقت عنجد لازم نعمل هيك يا عمري ولا انك الحقوم اتصل فيا نحدد موعد من هلا ماش ماش شو سعر امي مساكوه اللي حتى متأكد منه يا الله امي كيف قدرت تقنعي ما شفتي بعيني هاي الشغلات بالدمغ اه ليكي اذا طلعت لك ايلين عرفي ان راح تزحلقنا وتأجل الموضوع لبعدين امي المهمين ما ردا عليك يطلبي مراد وخدي منه موعد هذا زوجه الايلين ما شيحكي مع اوئلو ما بيإلك لا تمام تمام افهمت